حريق في البحر الأحمر الفائل ميليشيا الحوثي والمستهدف سفينة نرويجية فيما يظهر فإن الصمت الدولي على التهديدات التي تطال الملاحة البحرية شجعت الحوثيين على الاستمرار في استهداف السفن التي تعبر البحر الأحمر أخر تلك الهجمات طالت سفينة نرويجية قال الحوثيون إنها كانت متجهة نحو الاحتلال الإسرائيلي وبحسب ناطقهم العسكرية فإن صاروخا بحريا أطلق على ناقلة محملة بالنفط رفضت التحذيرات بمنع المرور الشركة المالكة للسفينة المستهدفة أكدت الحادثة موضحة أن طاقمها المؤلف من 22 شخصا تمكن من إخماد الحريق مشيرة إلى أن السفينة كانت في طريقها من ماليزيا إلى إيطاليا القيادة المركزية الأمريكية أكدت في بيانها أن الناقلة النرويجية أصيبت خلال مرورها بباب المندب بصاروخ مجنح أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون وبررت البحرية الأمريكية عدم اعتراضها للصاروخ الحوثي ببعد الناقلة النرويجية عن موقع السفن الأمريكية التي لبت بعدها نداء الاستغاثة وساعدت في إيصال الناقلة النفطية إلى مكان آمن وفق البيان الأمريكي مكتب البحارة التجاري البريطاني كان قد فاد في وقت سابق بتلقيه تقريرا عن كيان ينتحل صفة البحرية اليمنية ويأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني وأوضح البيان البريطاني وصول بلاغ عن نشوب حريق على سفينة قرب مضيق باب المندب غرب ميناء المخاء اليمني كانت ميليشيا الحوثي قد قرصنت في نوفمبر الماضي سفينة تدعى غالكسي مملكة لرجل أعمال إسرائيلي ولم تفلح النداءات الدولية في استعادتها حتى اللحظة استهداف الناقلة النرويجية أتى بعد إعلان واشنطن إنشاء قوة دولية في البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين على السفن هو ما دفع مراقبين لوصف اتداء الحوثيين بالمغامرة غير المحسوبة العواقب كونها قد تستدعي تدخلا عسكريا دوليا خصوصا إذا ما توسعت الحرائق صوب مصالح واشنطن التي لا تزال تلوح بالعقوبات العسكرية على الحوثيين الذين أمنوها حتى اللحظة